من نسبة 26.9% في العام 2016 إلى نسبة 21.7% في العام 2007 حبط معدل البطالة الفلسطينية وفق أرقام بيانية أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء مستعرضاً الواقع العمالية في فلسطين للعام 2017 متحدثاً عن ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية من 17.9% إلى 18.2% مقابل ارتفاعه الصاخي في قطاع غزة من 29.7% عام 2007 إلى 41.7% عام 2016 وأرجع الجهاز بصر استقصائه المركز مسجلاً اتساع فجوة الفرق على مستوى توزيع نسبة البطالة بين الجنسين مبيناً أن معدل البطالة انخفض بالنسبة لذكور من 22.3% عام 2007 إلى 22.2% عام 2016 بينما ارتفع معدل البطالة للإناث من 19.1% عام 2007 إلى 44.7% عام 2016 الجهاز المركزي للإحصاء قدر في بيانه الذي أعده بمناسبة اليوم العالمي للعمال عدد العاطلين عن العمل على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة في 2016 بحوالي 361 ألف شخص بواقع 154 ألفاً في الضفة و207 ألف في قطاع غزة وفوق البطالة يستحوذ تراكم المستحقات على اهتمام العريضة النقابية العمالية المطالبة باستعادة تلك المستحقات المحاصرة أصلاً باقتطاع الحسومات المالية الذي لم تزل ترهقها به سلطات الاحتلال ما جعله حسب تصريح حكومة الوفاق عنوان متابعة طرفاها السلطة الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية حيث تلتمس السلطة من المنظمة ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل استعادة المبالغ المحتجزة على درج التنظير ينص بروتوكول باريس الاقتصادي نظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال على أن تقوم الآخرة بتحويل مستحقات العمال لديها إلى مؤسسة فلسطينية للضمان الاجتماعي أو إلى نقابة عمالية فلسطينية موحدة تكون ممثلة للعمال وتضمن تحويل تلك الأموال إلى مستحقها أو ذوي حقوقهم وعلى حيز المنافحة يستولي منف مستحقات العمال على اهتمام النقابات العمالية والمؤسسات الأهلية والشارع الفلسطيني خصوصا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي قابلته النقابات العمالية بالرفض بحجة عدم خضوع بنود القانون للحوار بين الأطراف ذات العلاقة محذرة من المساس بمستحقات العمال باسم القانون على حين رفع عشرات العمال دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم بشكل فرضي